حاء أليف حاء الله يكتب سلامته شي يشتغل سايق يدعي مكتب رئيس الوزراء ورئيس سياة النزاهة ويدعي الارتباط بفصيل مسلح ولا علاقة بالمرجعية السماح لموظفي مكتب المدير العام بيصدار توجيهات لموظفي المنفذ خارج الضوابط والتاليمات سببت بهدر المال العام وتهريب العملة وكذلك تم ذكر هذه المخالفات في إفادات الموظفين الذين تم تدويل أقوالهم المرفقة جانبا طبعا هذا الكلام للجنة مثال ذلك قيام الموظف طبعا اسمه أنا عندي موجود حاء أليف حاء الذي كان يمارس مهام المنسق بين المدير العام ومنفذ المطار بتهديد موظفي المنفذ ومسؤولي الشفتات ونقلهم بين الفروع والدعائي بالانتماء إلى جهات مسلحة وعلاقته بمكتب رئيس الوزراء وهيئة النزاة وإرسال تهديدات إلى رئيس اللجنة التحقيقية في وزارة المالية وهذا حسب ما يتداوله جميع الموظفين في مصرف الرافدين حاء أليف حاء الله يكتب سلامته شي يشتغل يشتغل سايق يدعي مكتب رئيس الوزراء ورئيس ساية النزاة ويدعي الارتباطه بفصيل مسلح ولا علاقة بالمرجعية زين يا سيادة المدير العام هذا المصرف قلت مخلين أنتوا واحد ما لعلاقة بالمهنة ولذلك الآن أنت راح تتحمل الشي الليلة ببحدك زين شنو ينقل بكيفه يغير بالشفتات بكيفه يود بكيفه زين لما ينقل شي يوقع شي يقول شنو عنوانه شنو عنوانه شنو عنوان السايق يعني أنتوا هذا البلد معقولة تتعاملون به مع أراضي له وهي الفلوس الحلوى الراحت وإحنا بحاجة للدينار أو خليته السوق يقوب أو خليته السوق يشتعل أو ضيعته علينا فرص ليش شوف هنا اللجدة استأنست بآراء آخرين راحوا إلى مدير قسم إدارة المخاطر السابق قالوا له انطينا رأيك قالهم الفشل في إدارة مخاطر التشغيل بالإضافة إلى عدم إضافة إجراء على تلك المخاطر للحد منها عنده عدم كفاءتي وفشل في الإجراء الداخلية قال أكوة كانت أكو مخاطر وشخصت هذه المخاطر لكن القائمين على الإدارة ما استطاعوا درأ هذه المخاطر ليش؟ لأن مو شغلته سايقوا مدير مكتب زيان سايقوا مدير مكتب شنو علاقته بالسياسة النقدية وإدارة عمليات سيرفة وبيع وتحويل وأرقام شلون؟ لأن هناك عملية تواطئ بهاي الحلقة راضي لكم شون كانت تتم عملية التواطئ